المعرض الدولي للمعدات والتقنيات والخدمات البيئية يواصل مرافقة المملكة في التزاماتها المتعلقة بمواجهة التحديات البيئية في دورته الثالث عشر يشكل الحدث الأخضر لقاء مهما لبحث وتدارس الحلول البيئية للصناعة والتموقع كواجهة مميزة لتقديم وعرض ابتكارات السوق مع الاستمرار في دوره للترويج القطاعي وتسريع الأعمال وجذب الاستثمارات رواق ألماني رواق هولندا ورواق الأتراك لأول مرة في المعرض تقريبا دورة ثلاث عشر أول مرة تتواجد معنا شركات تركية لعرض حلولها في مجال البيئة تظاهرة بيئية تكرس مكانة المغرب كبوابة وصول للأسواق الإفريقية من خلال توفير فضاء ونقطة التقاء للمهنيين بهدف تسريع الاستثمارات والشراكات بحضور أزياد من مئتي شركة بيئية من عشر دول إلى جانب مجموعة من الشركات الناشئة المنخرطة في التنمية المستدامة اليوم نثق نحن 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 كتابت من رواق الشركة المستعمل المستعمل لدينا ثلاثة المعامل من المغرب وكان نشو تقريبا 1-100-1000 تون ديال الكارتون في ماريب اللي تقريبا قطر من نص ديالو جايم إعادة الدوار جينا هنا باش نتلقاو دوتر كليان وبرتناير باش نقدر نعاونوهم في التخيط من ديال ديالهم نفايات سيناعية في سياق مناخي طارئ يستدعي تسريع استراتيجيات التحول على جميع المستويات يساهم الحادث الأخضر في مواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والعمل على خلق وتنظيم أنشطة وتظاهرات وتقديم مجموعة من المعدات والخدمات المبتكرة من أجل اقتراح حلول للتحديات البيئية